في المغرب يكتب التاريخ قضية أفشا تضعي الأهلي في مواجهة القرن أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية يعني كعدتوا الأهلي نادي عظيم وكبير ومشرف لكل الكرة المصرية اليوم كتب سطرا جديدا في كتاب تاريخه الرائع هدف أفشا في الديئة 88 صعد بالأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية علشان يقابل نادي القرن في أفريقيا نظيره في أوروبا نادي ريال مدريد الأهلي الآن لديه مدرب كبير اسمه مارسي الكولر ولعبين كانوا فقط محتاجين لمدرب يتعامل مع إمكانياتهم بشكل جيد ومهما كانت النتيجة أمام ريال مدريد يكفيه أننا حتى الأربعاء القادم هنتحدث عن نقطة قوة وضعف ريال مدريد وكيف يتعامل معها الآن أهلي التاريخ خلانا كلنا ندخل التاريخ شكرا للأهلي مبروح للأهلي يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مية وستاشر سنة مية وستاشر سنة والنادي الأهلي لا يتوقف إطلاقا عن حصد المدليات والكؤوس والبطلات والإنجازات مية وستاشر سنة لا يتوقف مية وستاشر سنة والنادي الأهلي مؤسسة مصرية يفخر بيها كل مصري مية وستاشر سنة وكل يوم مع النادي الأهلي رافع راسنا ومشرفنا النادي الأهلي صورة عظيمة لبلدنا النادي الأهلي صورة عظيمة للرياضة المصرية لكرة القدم المصرية النادي الأهلي النهاردة يا جماعة كسب سياتل الأمريكي عشان يواجه ريال مدريد في أول مواجهة رسمية بين النادي الأهلي نادي القرن في القرى الأفريقية ونادي ريال مدريد نادي القرن في القرى الأوروبية عشان تبقى مواجهة القرن في كأس العالم للأندية بين الأهل الكبير وريال مدريد العظيم مواجهة كبيرة ومشرفة يا جماعة النادي الأهلي مش مجرد نادي ولا فريق كورة النادي الأهلي دائماً وأبداً مشرف ورافع راس كل مصري في أي حدث وأي بطولة النهاردة كلنا فرحانين النهاردة وسائل الإعلام في العالم بيقولوا إيه يا جماعة؟ بيقولوا الأهل المصري في نصف نهاية كأس العالم للأندية يواجه ريال مدريد الأسباني الأهلي المصري من غيره من غيره النادي الأهلي اللي بيشرف بلده اللي بيشرف رياضة بلده اللي بيشرف كرة القدم في بلده هو النادي الأهلي تبقى رأسك كده مرفوعة للسماء آه النادي الأهلي ده اللي في بلدنا آه النادي الأهلي ده هو المصري آه إحنا إحنا نعرف النادي الأهلي اللي بيشرف الكرة المصرية لما تقولوا الأهلي المصري أي واحنا ونشاول ونقول ونرفع إيدينا ونرفع رسل مليون مبروك للنادي الاهلي والكلام كتير عن النادي الاهلي النهاردة كتير سلول اخد عبر الهاتف الان واحد الشخصيات المحترمة كلهم شخصيات محترمة بصراحة في مجلس دارة النادي الاهلي كلهم يعني أستاذ طارق أنديل عدو مجلس دارة النادي الاهلي مليون مبروك يا فنم كالعادة بتشرفونا ورفعين رأسنا للسماء مبروك يا سيد كريم ليك مبروك لكل الشعب المصري مبروك للشعوب العربية النادي الاهلي حاجة جميلة أنوان من عنوين مصر الجميلة حاجة تشرف يعني لسه بتفرج لسه على المواقع موقع ريال مدريد الرسمي صفحة الرسمية بتاعتهم اللي عليها أكتر من 100 مليون متابع عملين ينوهه اليوم الأربع هنقابل النادي الاهلي المصر حاجة تفرح وتشرف نا ده كل المواقع الأسبانية النهاردة ماركة وآسو كل المواقع وإحنا داخلين كده عميين نلم كلهم بيتحدشوا عن الاهل العظيم وليس لواشنطن بوست من شوية بردو كده لقاء ريال مدريد والأهل المصري قبل ما روح لمواجهة ريال مدريد المواجهة النهاردة مش مواجهة سهلة يمكن مواجهة أوكلند طبعاً الأهل فرق الإمكانيات الفنية والفردية والتاريخ فرق كبير بس النهاردة مواجهة سياتر ما كانتش مواجهة سهلة عشت إزاي المباراة دي النهاردة وهل شكيت في لحظة أن ممكن النادي الأهلي يكسب حالياً يعني هو طبعاً مدريد الكرة كلها ما بشي فيه كل حسابه المباراة طبعاً قد صعبة طريق قوي وأجسام قوية وفي نفس الوقت كنتشوف الأولي كان بلعب كويس جداً لكن كان عندي ثقة متناهية لغاية آخر اللحظة أنه لحاجات كتيرة قوية يعني الحمد لله بقانون ربنا كامل الاستقادلات والثلاثبات والانضباط اللي فيه بيئة والقيادة فعكاب نحمود الخطوين من قبل ما يسابكه بتنبئ كلها يتبقى بس توفيق ربنا وأن العمل الجاد ده إن شاء الله هيته كويس طيب أنا قبل محرورك تدخل على طول عشان هلسه دخلين الحلقة كنت ناوي أشيد إشادة كبيرة بمجلس إدارة النادي الأهلي ففرصة وحضرتك معايا أشيد بإدارة النادي الأهلي اللي خدت موقف حاسم وعظيم وكبير الموسم الماضي لما ريحت عدد كبير من اللاعبين عشان تخش الموسم الجديد بانطلاقة عظيمة وانطلاقة قوية جدا في كل البطولات فوز بالسوبر واصل لنهاء كأس مصر متصدر الدوري سيمي فاينال كأس العالم للأندية فده إنجاز يحسب بالتأكيد لإدارة النادي الأهلي يا أستاذ دارك الحمد لله كان قرار صائد من كابتر محمود الخوكيم كان متفاوض عن مجلس الإدارة ومشرف على الكورة وبرضه فوز أقول إن هذا الرجل برضو ما بيكون في أي عثارات مؤقتة هو اللي بيانال كم من الحكومة فأني دايما الواحد يقول هي مسؤولية تضامنها للمجلس كله وقت المكسب كلنا بيكون سابلين فالراجل ده للأمانة أخذ القرار ده سعيتها بتفضيل الوقت بمجلس الإدارة وكان قرار صائد طبعا ده ما حكت ذكرت وتفضلت بالكلام ده تعلم إن ده يعني ترتيب الاستعداد كويس أو للموسم ده وإن كم البطولات اللي بيأخذها النادي الأهلي كثير فالتطلب تركيز تهم وفي نفس الوقت حفظنا على وصول الحقيقية للنادي اللي هي اللعبة اللي هي في وقت ما بيكون المصابة بإلي شوية بتلاقي استهام كلها انطلقت على اللعبة وكان اللعبة بيقول خلاص محدش فيهم يطلح صحيح وده بيبقى الأسف الشديد لأن هم هم نفس اللعبة اللي الحمد لله عملين شرفوا البلد وشرفوا النادي الأهلي ويلعبوا باسمه مصر وفعها على مصر فدي حاجة طبعا يعني كواس حاجة فكرتنا بكذا طبعا طبعا لا وأقول لك على حاجة كمان يا وسطور واحدة من الحاجات المهمة جدا في النادي الأهلي إنه عادة لو تعصر بعض الشيء بعض الشيء في أي موسم التعصر ده ما بيدومش طويلا سريعا يعود النادي الأهلي قوي وكبير كعدل يعني الموسم اللي فات اللي شاف نهاية الموسم اللي فات عمره أبدا ما يتوقع أنه الأهلي يبقى في المرحلة دي مع بداية الموسم ده بس دي عوايد النادي الأهلي يعني ومع ذلك ده ما كانشي تعصر يعني جامد هالحاجة لأن انت في تاريخنا ممكن كنت بتقعد بالسنتين ثلاثة أنه ممكن للفرقة يحصل لها تجيزي تطوير ويحصل ده ومشوية أو بطف المستوى أو بطلة صحيح أنت في حلال التعصر ده كله كنت بتاخد اثنين أفريقيا واثنين برونزيكات عالم وصبر أفريقي يعني فإذا ما إحنا الأهلوية دايماً عايزين نكسب كل البطولات وكل المتشاط دي إحنا كأهلوية دي في جيناتنا يعني طبعا طبعا طيب مواجهة ريال مدريد بقى كلنا بنحلم وعارفين فرق القوة أنت بتكلم في فرقة عندها اتنين خادوا برندور مودريتشي وبنزيمة كل الفريق القيمة التسوقية طبعا رقم ضخم الفارق طبعا بين الكرة الأوروبية والكرة الأفريقية كل شيء أعظم فريق في العالم بس من حقنا نحلم يا ستاري طبعا في المواقف الزيدي لا ننكر طبعا قوة ريال مدريد وعالمياته ما فيش أي حد يقدر ينكر الكلام ده وفي نفس الوقت بنقول أن عملنا دايماً أن المباراة عبارة عن 90 ديئة وأن النادي الأهلي بتاريخه وبعظمته بالعيبة إن شاء الله يعني يكون التوفيق حالكم في الماضي ده يخلينا نحلم طبعا دون أن ننسى أن طبعا ريال مدينة بلا جدال على مستقل العالم كله حاجة بغضرة نفس الوقت النادي الأهلي دايماً الأهلوية عندهم روح الفانيلا الحمرة اللي إن شاء الله يا رب تجهبه أي حاجة إن شاء الله وسستاريق أنديل عدو مجرس إدارة النادي لأهلينا بشخصها شكراً جزيلاً وبهنيك مرة أخرى على صعود لنصف نهائي كأس العالم للأندي حكاية نادي الأهلي حكاية حلوة حكاية حلوة ليه حكاية حلوة؟ خد بالك أنا بحترم عمتاً مش بس عندي أنا بحترم أشخاص بحترم مؤسسات بحترم الناس اللي لما بتتعثر بعض الشيء تعرف تقوم بسرعة ما تقعش على طول الأهلي على مدار تاريخه هو كده ممكن يتعثر موسم يتعثر شهر يتعثر في بطولة وتعثراته أصلاً يعني تعثرات الأهلي دايماً مش كبيرة أو ضخمة بس لما بيتعثر زي ما بيقوله كده ما بتكرش يعني ما تلاقيش الدنيا وقعت خالص ما تلاقيش الدنيا اتدمرت يعني اللي يبص على الأهلي الموسم اللي فات مع نهايته انت قادت جماهرية وزعل من التحكيم وزعل مش عارف من إيه ومدرب ما كانش جيد سوارش والوضع ينظر أنه الأهلي ممكن يعيش فترة صعبة فجأة نادي الأهلي بقى فجأة تدعمات خد تدعمات مدرب هجيب لك مدرب محترم جدا هدوء عشان نعرف نرجع تاني ومركزين هدوء تام ايه ده ايه ايه الفكرة بتاعت النادي الأهلي النادي الأهلي حكاية تدرس فكرة صعبة جدا يا جماعة عارف يعني ايه تحافظ على الصدارة 116 سنة من 1907 تبقى في الصدارة تنزل شوية بس ترجع لها تاني تتعصر شوية بس تقدر توقف على رجلك وتنجح تاني هتقول لي يعني يا كريم انت القصة انت بتحكي فيها دي كلها عشان الأهلي النهاردة كسب سياتل ووصل نصف نهاية كاس العام الأندية اللي وصله لتالت مرة على التوالي اه اه عارف لي عشان احنا بنتنشأ على حاجة تشرف كرة القدم المصرية لما نلاقي نادي مصري كبير زي الأهلي بيشرف الكرة المصرية نرفع له تعظيم سلام نقول له رفعت رأسنا للسماء متشكرين فرحتنا قوي نهاردة بص حكاية الأهلي حلوة ازاي نهاردة الشوت الأول الأهلي ما كانش جايت خالص تمام وكان راجل مرسي كله اللي هتكلم عنه كتير قوي لعب بتشكيلة فيها تغيير في السلاسة الهجومة يخسر الأهلي يخسر الشوت الأول ويخسر الشوت الثاني والمباراة رايحة الهزيمة رايحة الهزيمة الأداء ده ما يكسبش ينزل الأهلي الشوت الثاني لا بق لا بق أنا الأهلي وسع شوية انت بتضغط علي في مناطق لا أنا اللي هاجه أضغط عليك لا ابعد شوية أنا عندي لعيبة عالدك هتنزل تغير الموضوع لو اللي في المرعب مش موفقين لا ابعد شوية أنا الأهلي التاريخ أنا الأهلي كبير القارة الأفريقية أنا الأهلي اللي أرقامي في كأس العالم للأندية لا تقارن بأي فريق آخر أنا الأهلي في خمسة واربعين دي الحال اختلف تماما لا إحنا عندنا هدف هدف وصول نصف نهاية كأس العالم للأندية هدف لمواجهة رسمية أولى مع أفضل فريق في التاريخ ريال مدريد هدف نادي الأهلي قصة حلوة من الآخر مارس الكولر بقى أولا لازم نشيد ونحيي إدارة النادي الأهلي اللي اختارت مارس الكولر تمام خلاص عملت دورها بشكل رائع جدا مارس الكولر بقى بتتكلم راجل اشتغل مع النادي الأهلي بداية شغله مع النادي الأهلي أو بداية توليه مهمة النادي الأهلي كانت في 10 سبتمبر 2022 إيه احنا بنتكلم في أقل من خمس شهور بحاجات بسيطة أقل من خمس شهور بحاجات بسيطة طيب مارس الكولر بقى الراجل اللي قدام حضرتك ده في أقل من خمس شهور عمل إيه تعال أول نتكلم على الأرقام 22 مباراة مع النادي الأهلي بيفوز في 18 مباراة ويتعادل في أربعة ولا يهزم إطلاقهم تمام رقم رقم آخر أو بطولات بقى سوبر محلي نهائي كأس مصر متصدر الدوري الممتاز نصف نهائي كأس العالم للأندي كلام ده فين؟ كلام ده فين؟ في أقل من خمس شهور خذ الرقم ده كمان دلوقتي مارس الكولر حقق انتصارين من مباراتين في كأس العالم للأندي الأسطورة أسطورة أسطير الكورة في النادي الأهلي منو الجوزي في سبع مباريات لعيبهم في كأس العالم فاس في المباراتين عملها مارس الكولر فادي إيه؟ في مباراتين بيتسو مسماني في خمس مباريات فاس في ثلاثة يعني فاضل له مباراة ويعادل كمان رقم بيتسو مسماني في ثلاث مباريات لو عادل يعني الرقم شوالله يكسب يا المدني طيب ده رقم تعالي بقى نتكلم هو عمل إيه في الفرقة؟ أول حاجة على مستوى تطوير أداء اللاعبين حدث ولا حرج تطوير الفردي للعبين حدث ولا حرج محمد هاني اللي جماهين النادي الأهلي كانت بتسرخ وتقول لا خلاص يمشي فاكرين الجملة الشهيرة محمد هاني لسه لعب ناشئ محمد هاني مستوى مبهر مع مرس الكولر طيب حسين الشحات دفعته في كام مليون وما استفدناش منه وما طلعش لعيب كبير وفنلة الأهلي أكبر منه النهاردة حسين الشح ما كانتش في المباراة وجماهين النادي الأهلي كلها بتسرخ فين حسين الشحات عايزينه يلعب من كتر حلاوة أداءه في المباريات الأخيرة حمد فتحي الرجل اللاعب الوسط اللي كان بيلعب تالت في خط دفاع نادي الأهلي أحيانا تحول لمهاجم تاني وأحيانا صانع علعاب مدرب طيب كريم فؤاد اللاعب اللي ما كانش بيلعب مع بيتسو مسماني ولا مع سوارش اللي كانوا كانوا بيقولوا إنه كريم فؤاد لاعب ما يقدرش يشيل تيشرت النادي الأهلي هو صحيح نجايبينه في الأهلي عشان يلعب باك رايت وباك ليفت بس هو مش قادر يلعب هنا وهنا فالراجل ده يعمل إيه؟ يلعبه جناح ويبقى واحد من أفضل لعبي الكرة المصرية قبل ما يصاب ربنا يشفيه طيب دي نقطة طبعا بقى تطوير بقى اللاعبين كلهم حتى أليو ديانج اللاعب اللي أصلا اللاعب كبير ومميز شوف أليو ديانج والثبات اللي في المستوى فيه دي نقطة نقطة تانية على مستوى الخط الهجومي للنادي الأهلي الأهلي كان يعاني كثيرا في الفترات المضايا وفي بداية مرحلة مارس الكولر في الشكل الهجومي وكان الكلام إنه ولا واحد من الجناحات النادي الأهلي ولا مهاجمينه قادر يسجل وقادر يعمل حاجة فالراجل يعمل إيه؟ يغير منظومة اللعب لو الأفراد مش هيضروا يدوني اللي أنا عايزه بمهارات فردية طب ما غير منظومة اللعب غيرها إزاي؟ بقى يلعب أربعة تلاتة تلاتة بشكل هجومي مش بشكل ادفاعي تتحول في اللعب الأربعة واحدة أربعة واحد يعني الأهلي بيهاجم بخمس لعبين ومعاهم الباك رايت والباك ليفت يعني بيهاجم بسبع لعبين السابع لعبين دول لما يهاجموا مع بعض إيه اللي بيحصل؟ الأهلي يصنع فرص كثيرة فيضطر يسجل بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنا في الأول كايب بتجيلي أربع خمس فرص فبالعافية في اللعبة بتاعف تجيب جول وأحيانا ما بتاعفش تجيب جول من خمس فرص طب لأ أنا هصنع من عشر خمستاشر فرصة كل مباراة عشان كده كده على الأهل أسجل واحد أسجل اتنين منظومة لعب ده شغل مدير فني ده شغل مدير فني اللي ما بيستسلمش يقول الأفراد هم اللي مش عارفين يلعبوا لأ طب خلاص عندي مشكلة في الأفراد تمام طيب تعالى بص بقى على مستوى الصفقات تعالى بص على مستوى الصفقات الصفقات الأهلي في الشتاء اللي اختارها مارس الكولر مفيدة جدا تحديدا في رأيي كندوسي ومروان عطية عشان الأهل هيستخدمهم كتير أوشي الشغل التكتيكي اللي بيعملوا مارس الكولر فيه إجهات بدني كبير جدا للعيب الوسط وهيبقى محتاج فيه تدوير كتير جدا وشفتوا خدعم فتاح والأداء اللي عملوا لسه هنشوف كريستو هيعمل إيه اللي عامين بقى اللي جون في السفل ما كانش مختارهم كان ممكن هم نتكلم على سافيو تتكلم على شدي حسين وبتتكلم على مستوى ساعد دميسي اللي خرج إعارة كان ممكن يقول لا اللعبة دي بقى تخش القايمة ويلعبه وبتاع أنا مش هعمل أحراك بيني وبين الإدارة والكلام ده كله لا 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 هو مدرب مدرب عادل هو مدرب الكويس يلعب ماليش أنا دعوا بصفقات جديدة ولا قديمة الكويس يلعب وده اللي أنا سمعته من لعب النادي الأهلي بشكل مباشر يعني قالوا لي إنه ميزة مرس الكبرى إنه مدرب عادل إحنا متطمنين حتى لو ما بلعبش أنا عارف إنه هيجي دوري لو أنا بأدي كويس في التدريبات فمدرب عادل بس الشيء بالشيء يسكر يعني ما هي إشادة أخرى بإدارة النادي الأهلي اللي ما ضغطتش على مرس الكبرى وقيت له لأ دي صفقاتنا الجديدة فلعبها عشان متحطناش في أي حرج نقطة نقطة كمان إن مرس الكبرى في غرفة خلع الملابس علاقته جيدة مع اللاعبين بيشتغل مع نوايا معهم بشكل كويس والدليل على ده إنه محمود عبد المنعم كهربا بكل المشاكل اللي حوالين محمود عبد المنعم كهربا لما ييجي من بعيد قوي غاية بحوالي سبع شهور عن المباريات ينزل ويتقلق ويسجل ويصنع مع النادي الأهلي خمسة أهداف في حوالي مية وستين دقيقة سواء تسجيل أو صناعة ده شغل مع نوايا قبل ما يبقى شغل فني وبدني أنت بتتكلم في مدرب كل تفاصيل الفريق بيشتغل عليها بشكل كويس في نقطة كمان مهمة نادي الأهلي إدارة النادي الأهلي وهي تحاول أن تلبي طلبات مرس الكولر في فترة الانتقالات الشتوية والراجل كان طلبه الأساسي والواضح أنا عايز مهاجم صريحة واختار هو ثلاث مهاجمين قال لإدارة النادي الأهلي لو سمحتم اشتغلوا عليها وإدارة النادي الأهلي وصلت أنها كان ممكن تدفع 4 مليون دولار في لاعب عشان خاطر تجيب له متطلباته اللي هو مليك والموضوع ماكملش فبعد الثلاث لعيبة دول إدارة النادي الأهلي أو لجنة التعاقدات في النادي الأهلي حطت قدام مرس الكولر حوالي عشر مهاجمين أنا بقول لكم معلومة دلوقتي حوالي عشر مهاجمين أخرين اختار واحد منهم فقال لهم الأول أنا عايز أفرج على عشر مباريات متتالية لكل لعب ما تجيبوا ليش فيديو وفيه ملخص أهدافه ومهاراته أنا أشوف مستوى بشكل متتالي طيب جابوا له المطشاط وجابوا له العشر مهاجمين واختار لا ولا واحد طب يا كولر احنا دلوقتي مش هنعرف نجيب لك مهاجم ما تجيبش ما انت عايز آه ما انت لو هتجيب لي هتجيب لي حسن من اللي موجود بس ما تجيب ليش واحد وخلاص وانا مش عايز زيادة في عادة اللاعبين وخلاص ده شغل فني ومدير فني محترم ما هو بش هيدفع من جيبه ما تروح اشتره أي حد لعله وعسس تخدمه وخلاص يبقى عندي واحد على الدكة بدلا بيبقاش عندي خالص لا شو هم درم محترم مدرم محترم قال لك لا لو أحسن من اللي عندي ماشي مش أحسن خلاص فالأهن ما جابش مهاجم وأجل للصيف بدلا ما يجيب مهاجم زي ما كان بيعمل دايماً أي مدرب بيجي في النازل الآله هاتي عام أي لعب أي واحد أجنبي ونبقى نشوفه طيب ما هلها هتبقى تشوفه دوت بيدفع فيه ملايين ما أنا هنا بدفع من جيبي ما ليش دعو هبقى أشوفه هو لأ مسؤول رائع من الآخر يعني رائع هتقول لي لسه ما عملش حيات كبيرة يعني ده هو يدوبك سوبر محلي ملامح أمارات أمارات في كذا موقف تخليك تقول أن المدرب كبير خد بهلك ما هي كرة هوفيق وحظ وشغل وتعب ومنافسين بيبقى عندهم نفس الأهداف وعندهم نفس الشغل ممكن تخسر وممكن تتعادر وممكن تكسب ممكن توصل لآخر نقطة في بطولة وتخسرها كل ده وارد بس هو مدرب محتر النهاردة لعبة النادي الأهلي معظمهم كانوا رائعين وفي رأي أنه كان أفضل لعب في مباراة اليوم محمد عبد المنا مدافع جماعة بكواليتي مختلف مدافع رائع جدا قوي جدا في الانتحامات زكي جدا في الخروج بالكرة هادي جدا وسط التوتر والضغط مدافع بصيغة أوروبية مدافع ينفع يبقى موجود في أوروبا مدافع مصري كبير وينسى بالفضل بصراحة يعني اللي وصله محمد عبد المنعم ده ليطيب الزكر كلوس كيروش عشان ما ننساش بس هو الراجل اللي بص وقال ده ينفع يبقى موجود أساسي في منتخب مصر وخليه أفضل مدافع في كاس الأمم الأفريقية بعد كده الأهل يرجعوا ويشتغل مع النادي الأهل يؤدى بشكل رائع محمد مجدي قفش النهاردة في الدهائل اللي بيلعبها وكل مرة من ساعة ما يجيه مرسل الكرة في الدهائل اللعبها مجدي قفش بيبقى مؤسر النهاردة كان مؤسر جدا هو اللي خد جائزة أفضل لعب في المباراة مؤسر مش بس عشان الهدف مؤسر عشان تحريك اللعب وإنه عارف يطلع الكرة من المناطق الطاقة الدفعية للأهل ويوديها للمنطقة الهجومية ويصنع لعب ويسجل ويسدد كان رائع النهاردة علي معلول والديانجي والشناوي التلاتة دول تحديدا الكلام عنهم مضيعة للوقت بصراحة يعني تلاتة ناس ناس عظيمة قوي يعني مش محتاجة أقولك انه ديانجي لعيب عظيب مش محتاجة أقولك انه علي معلول ده لعيب شخصية عبقرية ولعيب عظيب مش محتاجة أقولك ان الشناوي حارس أمين وكبير مش محتاجة خلاص دول خلصوا خلاص يعني دول الكلام عنهم خلص بس محمد هيني والمستوى السابت اللي بيقدمه بيرستانو النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا جدا يعني حمدي فاتح وعمر السلية وقاليو دانج السلسي الوسط رائعين كالعادة الأهل حلو الأهل يفرح يعني بصراحة شديدة طيب دي جزئية وزئية النادي الأهلي وأداءه وشغله وزاي أنه هو مشرف مرة أخرى ومرة تانية ومرة تالتة ومليون مليون تحية للجماهير المغربية العظيمة اللي بتساند النادي الأهلي في البطولة بتساند فريق مصر بتساند مصر بتساند الكرة المصرية مليون تحية تشجيعهم بيرن النهاردة بيدون يعني درجة زيادة عن أي منافس بنلعبه الأهلي النهاردة بيلعبوا بسط جماهيره تقريبا أي فريق بقى بيلعبوا الأهلي يعني حتى قدام ليالما ديها تلاقوا الجماهير المغربية بتساند النادي الأهلي فأنت كده كده مع الجمهورك الجمهور المغربي العظيم طبعا فيه جماهير مصرية موجودة بتساند النادي الأهلي لعد أكيد أقل بس اللي مالي المدرجات دي كلها جماهير مغربية الصوت اللي بيبقى طالع في تشجيع النادي الأهلي جماهير مغربية مرة أخرى شكرا من القلب لكل الجماهير المغربية أنتوا كنتوا أنا بقول لكم الكلام ده وأنا بكلم ناس في بعثة النادي الأهلي ودارة النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي يقول لك الجماهير المغربية عاملة حالة مش طبعية إحنا بننزل الملعب الجماهير بتهتف بقى اسمقنا واحد واحد اللعبين بجانب ان هما بيهتفوا باسم النادي الاهلي باسم الاهل المصري هما بيهتفوا باسماءنا واحد واحد وكي اننا بنلعب قدام جمعين النادي الاهلي عظيمة الجمعين المغربية عظيمة يعني هارد لك بالمناسبة لالوداد المغربي النهاردة والف من يوم مبروك له الهلال السعودي كان مواجهة قوي جدا بين الفريقين ومسيرة جدا وفاز الهلال في النهاية بضربات الدرجيح خمسة ثلاثة حتى الكورة لضاعت ضرب الجزال الوحيدة لضاعت من الوداد حفوا يحيى عطيها طالة الكورة ضربت في القايم اليمين وبعد كده ضربت في القايم الشمال سوء حظ مش طبيعي سيان المباراة يعني كانت متكفأة الى حد كبير فالف مليون مبروك للهلال وهارد لك لفريق الوداد طيب النهاردة مارسي كورة قال انه ريال مدريد مواجهته في النصف النهائي هي مواجهة بالتأكيد مواجهة صعبة وعشان هو فريق كبير قال ان هو هيتابع مباريات او ثلاث مباريات لريال مدريد على الاقل عشان يضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة الكبيرة وقال ان نظرا لضيق الوقت سيكون هناك العديد من المحاضرات النظرية مع الفريق مع بعض التدريبات الخفيفة محمود كهربا بالمناسبة عارفين الحلوة ايه في القصة دي؟ كنت لسا بتكلم مع بعض الأصدقاء النهاردة النهاردة السبت هنتكلم لحد يوم الأربع هي احنا هنا وعى السوشال ميديا وفي الصحافة وفي الإعلام في كل حد هنوعد نتكلم بقى على تحط يدك في جيبك كده طيب تقول الأهل يكوف ايه وتقول ريال مدريد نقاط ضعف وفين وازاي الأهل يهاجم من ناحية فينيسيوس من ظهر فينيسيوس طيب ازاي مثلا مودريتش وكروس أليو ديانج وحمدي فتح يتعاملوا معاهم أصل بنزيمة جامد جدا بس مع محمد عمنا ومحمود متولي حلوين تا فاهم انت فاهم حلاوة الكلام انت فاهم حلاوة الكلام انت فاهم الفكرة انت بتتحدث عن ريال مدريد فنيا والنادي الأهل رايح يواجهه عادي كده احنا عادينا هو في القاهرة ريال مدريد يا طرى يا هلطرى يا سيد يا فاضل ما هي نقاط قوة ريال مدريد ونقاط ضعفه ما هو بالمناسبة يعني عشان عشان محدش يهزر او يفتكي الموضوع في اسكات اي فريق في العالم عنده نقاط ضعف اي فريق في العالم يعني اه في فريق كبير بين الكرة في اوروبا والكرة في افريقيا بين ريال مدريد والنادي الأهلي عشان حجم المنافسات اللي بيلع فيها ريال مدريد وحجم المنافسات اللي بيلع فيها بيدخلنا مع التاريخ بيدخلنا كلنا مع التاريخ شفت حلاوة أكتر من كده شفت عظمة أكتر من كده عادات النادي الأهلي مش غريبة يعني طيب نروح للمغرب طمن على أحوال الفريق والحالة العامة بعد هذا الانتصار الكبير على السياتر اليوم والصعود لنصف نهاية كأس العالم للاندية طيب كان معنا زماننا عمر جرزاو هيقطع التليفون وهيرجع تاني مرة أخرى الأهلي يواجه ريال مدريد نادي القرن في أوروبا نادي القرن في أفراقيا يواجه نادي القرن في أوروبا في مواجهة القرن في كأس العالم للاندية هتقول لي يا عم مستحيل الأهلي يكسب ريال مدريد طبعا صعب طبعا صعب بس ما تقولش مستحيل ما تقولش مستحيل هتقول ليه يعني هقولك يعني فيه مليون مثال يعني اه امثلة استثنائية مش القاعدة القاعدة اللي لاب ما دي يكسب متطفقين كلنا ينفع يبقى فيه استثناء اه طبعا اه طبعا لسه بخلاصين كاس عالم اهو السعودية كسبنا الارجنتين والمغرب كسبنا اسبانيا والبرتغال واحنا كسبنا ايطاليا بطلة العالم في كاس الكرات 2009 وممكن اديك مئة مثال بقى الاندية ومنتخبات ومنتخبات اقوى خسرت من منتخبات اقل والعكس الصحيح يعني فيه امثلة المهم ان احنا نلعب مباراة مشرفة مشرفة للكرة المصرية بس مش عايزنا اكتر من كده تخسر تخسر لو خسرت ده الطبيعي لو كسبت لا احنا نقلبها نقلبها افراح وليه لا خلونا نستنى ونشوف على اقل شكرا للنادي الاهلي اللي خلانا لحد يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله نقعد نتكلم عن مواجهة بينه بين ريال مدريد ده في حد ذاته يكفي يكفي ويا بخت بقى اللي موجود في المغرب يا بخته ويا سعده ويا هناء انه عايش التاريخ دوت مع النادي الاهلي واحد من الناس اللي عايشة الفرحة دي جوا المغرب مع النادي الاهلي الصديق العزيزة النقض الرياضي المميز جدا عمر الجرزاوي يا عمر مشرف ومنور قولي بقى الاجواء ما بعد المباراة وقبل ما تقولي ما بعد المباراة قولي اثناء المباراة لحظة يأس او لحظة خوف من ان الاهلي يخسر مباراة النهاردة ولا الجميع كان واصق ان الاهلي يقدر يخسر بس مش هدامل الصورة قوي لا طبعا يتقل فيه قلق كبير جدا من المباراة مش الاهلي يخسر بس الاداء ما كانش افضل حاجة خاصة في الشيط الاول يعني فبالتاني الناس كانت قلقانة قوي ان الموضوع ممكن يتسحب بس طبعا جدا اللحظة بتعديل بس جوانبت كل الموضوع يعني احلي كمشة دكترية تلت موجودة في الموضوع بعد ما عايزة وانت تكتبت شوانب وانت تباكش وانت تباكش وانت تباكش اكثر تباكش حكسة بقى طبعا تباكش طيب عمر لو قدرتها في مكان احسن يبقى عظمة انا بحاول اسمعك بس بشعوبة يعني طيب قولي 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 الجماهيل المغربية انا كل ما اسأل حد في النادي الالي او بس النادي الالي يقولي الجماهيل المغربية عاملة اداء عظيم جدا مع فريق النادي الالي في المدرجات عامر لسا معايا هلو هيا عامر عامر عايز تألك على الجماهيل المغربية ومسندتها النادي الالي سوف مباراة اليوم او المباراة الماضية امام اوكلاند يعني بس بقى دي حاجة بقى يعني مهمة جدا جمهور المغرب بصراحة احنا قبل الماتش اه لقينا الملعب فاضي جدا فقولنا كده الموضوع عشان ماتش الوداد بيتلاعب فالجمهور ممكن يبقى أوليل في اول ما المباراة بدأتها كريم كمية جمهور مش طبيعية دخلت الملعب الملعب اعلن قبل المباراة ما تنتهي ان الحضور تلاتين الف تسعمية خمسة وتمامين متفرج في ارض الملعب فده بحط ذاته رقم كبير جدا طبعا انت بتلعب في القاهرة متأكينك بتلعب في القاهرة بالزبط انت بتلعب في القاهرة وبعدين تشجيع بقى كريم ان الجمهور مش قاعد بيتفرج على الماتش الجمهور قاعد بيشاردها حرفيا وكل كورة بيعملها النادي الاهلي على ساتل الامريكي تشجيع مش طبيعي ولو الفريق الامريكي مسك الكورة ورايح على محمد الشناوي بيزوموا على السبت هالجمهور وتشجيع للعيبة بشكل كإما تعلم حرفيا ان ده جمهور المات الاهلي اللي مالي الدستان طيب انت بعد المباراة كنت موجود في الميكسي الزون ولا كنت موجود في المؤتمر الصحفي بتاع مرسي الكولر لا كنت موجود في الميكسي الزون في الميكسي الزون عملت لقاءات اتكلمت مع اللاعبين قالولك انه هم عندهم حافز قدام رياما دي كلمت مع مين أنا اتكلم مع سليا ومع أفشا ومع كهربا ومع كولر ومع كابتن سهر عبدالحفيد طيب أبرز اللي قالولك أبرز اللي قالولك أو بشكل عام يعني قالولك ايه طبعا هم كلهم في انتظام برص ريال مدريد والكلام وده مش كان كلام يعني مش واضح منهم انه هو كان كلام إنشاء انه هم جايين كسا العالم المرادي مش لانه هو يوصل برضو لقبل نهائي البطولة وخلاص حتى لو هيقابل ريال مدريد يعني هي شجاعة كبيرة جدا من لعبت النادي الاهلي انه هم نحن قابل ريال مدريد وده وده النادي الاهلي عندنا طروح إن احنا نوصل لنهائي كسا العالم لأنه ده الهدف اللي احنا اتكلمنا فيه مع بعض بكالعيبة ان قبل البطولة نحن نوصل لنهائي كسا العالم مش ان احنا نجي نلعب قبل نهائي كسا العالم ده كان كل اللعيبة اجتمعت على ده كولر لما تسأل على ريال مدريد قال أنا هعمل كل اللي في واسعيبه على اللعيبة ان نحنا نقدم مباراك ويسا وحتى احنا فألنا ان الاهل لعب ريال مدريد في مباراة والدية قبل كده في 2008 2007 2001 2001 2008 2008 فاستشهد بيها طبعا ده وقت تاريخ غير التاريخ ووقت غير الوقت وقيل غير الجيل بس طبعا انا هفتعد للمباراة بشكل قوي مع اللعبة واني وانطلق احسن ما عندنا ان شاء الله ان شاء الله زميل عزيز عمر الجزاوي قبل ما اختم معاك مفروض الفريع يسافر الرباط امتى بكرة الصبح بكرة الصبح وانت معاهم ولا هتستنى شوية لا انا هروح بقى بالليل هتروح بالليل تمام عمر انا بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونوارتك العادة معلومات عظيمة جدا زمان المميز دوما عمر الجرزاوي من المغرب المغرب طيب نروح ليه ارقام النادي الاهلي في كأس العالم للاندية بعد الفوز اليوم على السيادة الامريكي ارقام عظيمة ومبهرة تعالى بص تعالى بص وشوف شوف وتفرج الاهلي اصبح ثاني اكثر فريق في تاريخ كأس العالم للاندية وحقق الفوز 8 انتصارات بعد نادي ريال مادريد صاحب العشر انتصارات يعني الكبار هيلعبوا بعض المطش الجاي اكبر فرقتين في كأس العالم للاندية هيلعبوا بعض محمد الشناوي اليوم يحافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة في خمس مباريات خضها بكأس العالم للاندية ويصبح اكثر من حافظ على نظافة شباكه في تاريخ البطولة متساويا مع مين يا ناس مع الاسطورة منويل نوير حارس مرمى باير ميوني اخوى المنتخب الانماني ايه الاركام الحلوة دي الاهلي سجل واحد وعشرين هدفاً في كأس العالم للاندية على بعد هدفين فقط من برشلونة سلس اكثر فريق سجل اهدافاً في تاريخ البطولة وخلف منتيري صاحب الخمسة وعشرين هدفاً وريال مدريد صاحب الواحد وثلاثين هدفاً ايه الحلاوة دي طيب نروح بقى لرجل المباراة النهاردة افشى افشى اركامه النهاردة كمان في عدد دقايق ليلة تتكلم بستة وعشرين دقيقة كانت اركام مبهرة برضو تعال بص لعب ستة وعشرين دقيقة سجل هدف بص بقى تمريراته الصحيحة اتنين وعشرين من اصل ستة وعشرين تميل رقم رائع جداً لمس الكورة أربعة وثلاثين مرة في ستة وعشرين دقيقة سدد أربع كرات اركام عظيم فيه يعني صح طيب الصحافة الاسبانية قالت ايه بقى قبل مواجهة الاهلي وريال مدريد صحيفة ماركا واحدة من اهم الصحف الرياضية في العالم قالت ايه قالت الاهلي العظيم ملك افريقيا سيواجه ريال مدريد في نصف نهائي المنديال ايه الحلاوة دي صحيفة قاس قالت بفضل هدف أفشا المتأخر في الديئة 88 الاهلي يضرب موعداً مع ريال مدريد صحيفة سبورت قالت الاهلي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي المنديال يوم الأربعاء موقع مدريد يونيفرسيل قال الاهلي في مواجهة ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأنديا طيب الاهلي بقى مواعيده ايه؟ مواعيد مبارياته في كأس العالم في الدوري بقى بعد كأس العالم للأنديا لسه ما تمش الاعلان عن المواعيد الجديدة او لسه اعلانوها دلوقتي اعلانوها دلوقتي مش اعلانوها دلوقتي هو الاهلي هيواجه يوم 21 فبراير فريق أسوان الساعة 3 الاربع في الجولة التسعة وهيواجه الدخلية يوم 28 فبراير الساعة 7 في الجولة 20 هيواجه يوم 7 مارس فريق المقلون العرب الساعة 5 وده او دي مباراة مؤجلة من الجولة 17 دي مواعيد مباراة النادي الاهلي بعد ما استمر في كأس العالم للأنديا والحمد لله والحمد لله طيب نهاردة زي ما قلت لكم في كأس العالم للأنديا الهلال فاز على فريق الوداد بضربات الترجيح 5-3 والنادي الاهلي بطلا امام سياتل بفوز بهدف دون رد هدف محمد مجد افشا في الديئة 88 ده او دي كانت مباريات اليوم بالمناسبة مباراة الوداد والهلال كان فيها طردين طرد للوداد مع نهاية الوقت الاصلي من المباراة علي يحيى جبران وطرد لمحمد كنو لاعب الهلال في ديئة الرابعة من الشوت الاول الاضافي يعني الفريتين كملوا المباراة بعشر لعبين تقريبا في وقت قريب جدا النهاردة في الدولة الانجليزي الممتاز الجولة 22 أرسنال المتصدر يخسر من ايفرتون 1-0 ولستر سيدي يفوز 4-2 على أسلوم بيلا ومنشستر يونيتد اللي عامل أداء أهايي جدا ما أعطينا أجل فاز على كريستاب برس 2-1 وليفربول يواصل نتائجه الكارثية الكارثية ويخسر من وولفر هامتون 3-0 وسط أحاديث عن هننتهت مرحلة يورجين كلوب مع ليفربول أم مازالت مستمرة ده سؤال العالم كله بيسأله دلوقتي ماشي دول أسباني إلش النهاردة فاز على فيا ريال 3-1 وختافي يقصر سلسلة انتصارات أتليت كومدريد ويتعادل معه إجابيا 1-1 لهم دي بالمناسبة عنده مباراة بكرة على عصر كده الساعة 3 على ما أتذكر يعني آخر المباراة وبعد كده يسافر على المغرب على طول عشان يواجه النادي إلالي نهاردة في الدوري الإيطالي روما جوزي مورينيو يفوز على أمبولي 2-0 روما برضه عامل أداء محترم جدا في الدوري الإيطالي زي ما قلت لكم ريال مدين بكرة هلعب مع مايوركا الساعة 3 عصرا بعد الفاصل هشرفني وينورني للحديث عن إنجاز النادي الآلي وفوز اليوم على السيادة والرسول لنصف نهاية كأس العالم الأندية لمواجهة ريال مدين واحد من النجوم الكبار اللي عبوا في كأس العالم الأندية مع النادي الآلي الكابتن الكبير كابتن أمير عبد الحميد بعد هذا الفاصل خليكم يا علم بحضراتكم مرة أخرى شرفني نورني في هذا الفقر الحديث عن فوز الأهل اليوم على السيادة الأمريكية وأيضا السعود النصف نهاية كأس العالم الأندية لمواجهة ريال مدين الأصدقاء العزاء دوما محمد جمال ومحمود شاكر أجيم شرفهم حبيبي يا كيمو أخبرك أنا مبسوط جدا محمود عامل إيه أنا زي الفول إنت عامل إيه وسعيد إن أنا كالعادة معك ومع الجيمي ومع الجيمي اليوم النهاردة حلو أكيد فالكلام هيبقى حل أكيد صح كده صح لا صح طبعا جيم الأهل النهاردة شكله حلو بس كلام كتير يتقال على الأهل النهاردة وفوزه والكلام العظيم ده بس أنا عايز كلام على مرس الكولر تحديدا كلمني شوية عن مرس الكولر مرس الكولر في قبطان السفينة الأهلوية مرس الكولر بيقدم اللي افتقده النادي الأهل في قواة كتير قادر يكسب قادر يبقى فيه سيستم قادر يطور لاعبين قادر يشتغل مع مجموعة كبيرة قادر يرجع لعيبة بقالهم فترة طويلة بعاد قادر يخلق بروفايلات لعيبة جديدة قادر يحقق التوازن ما بين الشق الهجومي والدفاعي مرس الكولر اللي سبغته هجومية اللي الناس بتتكلم على أنه خمسة وستة وكننا بنشرح الحلقة اللي فاتت أنه إزاي مرس الكولر عنده خمسة وستة دايما وكثافة الهجومية اللي بيعملها مرس الكولر مرس الكولر احتفظ بنظافة شباكه خمستاشر مباراة من اتنين وعشرين مباراة خدهم مرس الكولر حتى المباريات الصعبة بنتكلم حتى المباريات الكبيرة أمام الزمالك سلسية نظيفة أمام بيراميد سلسية نظيفة مباراتين في كأس العالم ولأول مرة مدير فني يفوز في أول مباراتين لي في كأس العالم مع النادي الأهلي مرس الكولر خليني أقولك أنه كمان مش بس مرس الكولر مدير فني كبير مش بس هو قبطان كل شيء بيحصل داخل النادي الأهلي بداية من المران اليومي اللي بيحصل واستخدام الأدوات ده حاجات شفناها رؤى العين صح لا كمان مرس الكولر نفسه محظوظ بتواجده داخل النادي الأهلي مرس الكولر اللي عنده مسيرة تدريبية فيها محطات مهمة جدا كان أهمها المنتخب النمساوي والنهضة النمساوية في الكرة كان قبطانها برضو كان مرس الكولر لم يحقق أبدا 22 فوز متتالي إلا مع النادي الأهلي ولما بنتكلم على مرس الكولر والدور اللي بيعملوا مرس الكولر ده لا نغفل أبدا إنه موجود داخل منظومة حققت له كل اللي بيطلبه تقريبا إلا في بعض النقاط البسيطة فيما يخص التعاقدات لكن لما نتكلم على مرس الكولر وإنه قادر يحقق كل التوازن ده تحت كل الضغوط دي يعمل عملية التدوير وكل اللي عبها بتلعب أنا مشانسة كريمك وإلا بنتكلم هنا في بدايات تولي مرس الكولر وقلتلك قلتلي في بعض المراكز فيها لعبها كتير ترك كل اللي عبها تلعب قلتلك إن في لعبها ممكن تباني إنها بعيدة لكنها موجودة كان حسان الشحاء قديمة اللي بيعملوا جملة عشان رأي برضا تديلو كريمز يوم اللاربة عايزه تاني لحرام مهالي تاني عارفت قلتلك عشان قلتلك ما إنه أكد ناس والله بعد حرام ما رفظه إلا أصر الناس كريم قلت لها رفكرني فبيفكرني تاني إن هو قال إن حسين الشحات هياخد وحسين الشحات مش برا حسابات كولر ومش حسين بس تتكلمنا كمان على المجموعة الأمامية بالكامل لا لا خالص والله المجموعة الأمامية بالكامل يا كريم بنتكلم على ستة وسبع لعبين زي ما الناس بتتكلم لما الأهل يتعاقد مع القندوسي إن الأهل عنده زحمة في وسط المرعب كله هيلعب لأنه الراجل نفسه عنده قياسات بدنية بيعملها في كل مرة إنت لما تيجي تروح تشوف تفرج على تمرين النادي الأهلي اللي هو في غالب اللحم بيبقى مغلق طبعا تتكلم الراجل جايب أجهزة جديدة يعني أشبهها للناس عارف العجل يا كريم بتاع اللي موجود في الجيمب جايب عجل العجل ده متوصل بقياسات عايز يعرف اللعيب بقادر يعمل قديوة ده الشغل قديه اللعيبة بتستخدمها في كل مرة بيتعاقدوا فيها عشان يعملوا الريكافري الراجل قاعب بيشتغل في كل المحاضرات اللي بيعملها دلوقتي وبشغال نظري بس الراجل مش عارف يشتغل في الملعب ده بيقولك إنه الشغل اللي بيعمله في المتشاط دي مش شغل النهاردة والشغل اللي بيعمله طول السيزن في ميران النادي الأهلي مارسل كولر يستحق كل كلمة إشادة ولما نجي نشرح الشغل كالعادة كالعادة الشغل الفني بنتكلم على تمرس مدير فني إزاي يخلق الحالة وحالة التوازن داخل فريق أنا هسألك سؤال غير لسألته الجيمي يعني ما دلكش الفرصة العظيمة أنك تكلمني شوية عن مارسل كولر رأيك في مارسل كولر خلال هذه الفترة 22 مباراة مع النادي الأهلي 18 انتصار و4 تعدلات دون هزيمة أداء مبهر جدا حتى على مستوى التطوير الفردي لكثير من اللاعبين قبل بس ما أتكلم فنان عمارسل كولر رأيك بس يا كريم في أقل من دقيقة أتكلم على أدي حق للنادي الأهلي عموما النادي الأهلي هو أكتر حاجة فعلا بتفرح جماهيره وبتجدد دايما دوافعه وأحلامه أنه هو يفكر ويروح لبعيد النهاردة النادي الأهلي التالت سنة على التوالي في كاس عالم الأندية بيوصل سيمي فاينل إنجاز كبير جدا 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 ما أعتقدش أنه فيه أصلا فريق أفريق أفريقيا عمل أو بل كده وده بيجدد الدوافع والأحلام عند جماهير النادي الأهلي دلوقتي بعد ما كان الناس بتطمح من سنين وسنين نحن نوصل كاس العالم دلوقتي انت بتتكلم هتلعب بريال مدريد تاني في سيمي فاينل زي ما لعبت باري ميونيخ والناس ليه ما تحلمش كورة فيها كل حاجة عرأي يا أمير عبد الحميد كان لسا دلوقتي بيقول لي إحنا لما كان لعب يلعب بس يشارك في كاس عالم الأندية بيبقى إنجاز لما بتسجل هدف يبقى إنجاز كبير جدا دلوقتي النادي الأهلي يتحدث أو جميع النادي الأهلي تتحدث أو منظومة النادي الأهلي تتحدث إحنا عايزين نكسب ريال مدريد عشان نوصل فاينل وناخد مدالية جديدة غير البرونزية فاهم المرحلة وسيت لحد فين أكيد 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 أكريم زي ما بقول لك هو هي عاوز أرجع لك بقى لحتة الفني بقى تتكلم على مارس الكولر دلوقتي إنت بقى معاك مدير فني دهي على الخط يمكن النهاردة مابتداش بأحسن طريقة نادي الأهلي النهاردة شوت لأولاني قابل مشاكل كتيرة جدا ولكن الراجل في شوت التاني عارف يقرى الجيم كويس جدا ودي من مميزاته إنه هو بيعرف يقرى الجيم كويس جدا وتغييراته دايما بتكون النسبوت وعارف بيعمل تغييرات عاملة إزاي النهاردة بيغير طريقة اللعب مش تغير طريقة اللعب بيحاول يغير طريقة اللعب من 4-3-4-2-3-1 بنزول أفشا في نص المرعب وغير الثلاثة اللي قدام كلهم باستثناء بيرسيتاو ولكن أعاوز أرجع لحاجة مهمة جدا لما أنا يبقى عندي السكواد ده بالمرونة دي إن أنا عندي كل اللعيبة دي يا كريم السكواد مساعده سكواد النادي الأهلي قوي جدا جدا لا يا كريم اختلف معاك يعني أنا بيبص يا كريم النهاردة 3-3-5 ملعب عمر السولية وغالي ديانج وحمد فتحي 3 أدوارهم البدنية قوية جدا 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 الراجل اكتشف أن أنا بسبب الضغط العالي اللي بيعملوا علي يا سياتل والشوت الثاني بدنيا أنا هيقعوا أنا عاوز واحد كوير أنت بتبص على السكواد عندك بره لا أنا عندك اوبشن واثنين وثلاثة واربعة وخمسة أنا مختلف معاك في إيه طيب قولي قولي أنا مش مختلف إن الأهلي دلوقتي عنده سكواد قوي جدا تمام بس إيه اللي خلى السكواد ده قوي جدا يعني السنة اللي فاتت كنت بتقول إن سكواد بتاع الأهلي قوي جدا السنة دي هو اللي خلى اللعيبة كلها جاهزة فخلى بقى عندك عبدالقادر ومحمد شريف وحسين الشحاتي لعبوا ثلاثة في الهجوم تقول الأهلي هجومه قوي جدا معظمهم كان جميع نادي اللي بتقول ممكن منهم يمشوا كتير محمد هاني يمشي حسين الشحات يمشي معظم اللي أفشا يمشي بس إيه اللي خلى بقى السكواد ده قوي مدير فني وفي نفس الوقت برضه يعني إدارة مجاهزة له وموفرة له كله ومتطالباته حتى لو ما لسه ما جاش فروت ولكن على الأقل يا كريم زي ما بقولك هو قوته كلها في نص الملعب أنا عندي ستة اوبشن في نص الملعب فيه الكوير وفيه ضغط شرس فيه الديستروير فيه المميز في لونج باس فيه كل الحاجة ممكن تعمل فعايزة أقولك إنه هو مرس الكولر زائد بقى حتة إنه إحتياطي أساسي بعيد موجود كلهم نفس المستوى كله بينزل نفس الشر أنا عشان وقتي مايروحش مني بيرستاو تحديدا عايزة أبدأ معاك بيه النهاردة عشان بيرستاو كان مفاجأة مفاجأة حلوة النهاردة سريعا عن بيرستاو بيرستاو جميل نادي أهليس أخذ من كلامك كان بالطالب إنه هو يمشي ولكن بيرستاو لعيب مختلف تماما وبروفايل مختلف تماما عن معظم لعيبة النادي الأهلي خصوصا في التلت الأخير الراجل بيتميز إنه قراراته دايما جهة 18 بيبقى فيها هدوء كبير جدا 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 متميز في الحتة المساحات الصغيرة بيرستاو دايما بيكون عنده الفنت ونفوت الكورة أو يلعب الدابل باس بسرعة جدا في مساحات صغيرة جدا وده اللي شفناه النهاردة عاوز أوريك الخريطة الحرارية بتاعت بيرستاو النهاردة هو يا كريم مش وقف على الخط معظم الجيم كله داخل لنص الملعب وساعات كنت بتشوفه الناحية التانية على الشمال كأنه هو بيلعب وينج ليفت هو النهاردة كان متميز بشكل كبير جدا إنه هو كان بيحاول يحلله الأزمة بتاعته في حتة إن النادي الأهليم كانش عارف يطلع بكورة يعني لعب رجع من أصابة هو تقريبا مالي الملعب كله بالزبط مالي الملعب كله بص يا كريم تقريبا نص الملعب الهجومي كله بتحرك فيه في كل حتة آه طبعا عشان هو وينج رايت أكتر شوية ناحية الخط ولكن عاوز أوريك بقى لقطات لبيرستاو العشوائية في المباراة بيرستاو دايما بيبقى موجود فين في المباراة لا أنا بس ما عطيش كمان لدوك التاميرات وستة تانية في المياه ده رقم كبير أكيد أنا عاريت للأرقام وانت بتعرضي هنا مثلا ده هجمة في شوط الأول من هجمات الندر اللي كان ناد إلي بيطلع بيا فين پيرستاو پيرستاو جو الملعب شوف الصورة اللي بعديها يا كريم عشان هثبتلك ان الراجل دايما كان بيعمل دينماكيا بشكل كبير جدا انه دايما كان بيخوش لوسط الملعب برضو پيرستاو هنا على حدود الـ 18 اللقطة اللي بعدها برضو هنشوف ان پيرستاو دايما دايما على حدود 18 دايما على ناحية تانية عشان خاطر بيعمل الزيادة العددية وأنه دايما كان عاوز يخترق من العمق مارسل كولر النهاردة ليه يا كريم كان بيه دايما بيرسي تاوي ينزل ياخد معا الباك وحمدي فتح ينزل يتحرك في ظهر بيرسي دا وشفناه كتير جدا نشوف برضو اللقطات عاوز أجيب لك لقطة مهمة جدا اللقطة اللي بعدها برضو بيرسي تاوي على طول متواجد جوه هنا برضو يا كريم دي في الشوت التاني على طول بيرسي تاوي متواجد جوهة 18 صورة اللي بعدها برضو في هجمة من نادي الأهلي هيبقى موجود على الناحية الشمال خالص موجود عند حدود 18 كأنه هو بيلعب وينج ريفت هنا برضو جوهة 18 عاوز أجيب لك بقى أهم لقطة صورة اللي بعد دي وهو قبل الهدف ما ييجي فين بيرسي تاوي بيرسي تاوي موجود فين بيرسي تاوي خطورته دايما وهو جاي ارجع ارجع الصورة اللي فات لا لسه الكورة بعدها دي كورة من الكور بصة كريم كريم هو بيلعب وينج رايت بص يا كريم كان نجترك أكتر من 7 8 لقطات حالات هجومية للنادي الأهلي بيرسي تاوي على طول ناحية الشمال يقل متواجد في العمق نجيب الصورة بتاعت الهدف نكمل نكمل الصورة اللي بعدها كان أداء رائع كان أداء رائع بصراحة هنا يا كريم بقى بص الراجل هنا برضو جاي من وراء جاي واخد دخل جوه المرعب دخل على العمق في نص المرعب نكمل الصورة اللي بعدها بيرسي تاوي بياخد وده كريم ميستو اللي بقولك عليه أنه هو متميز جدا جدا في الأدوار اللي بيبقى فيها مساحات صغيرة لأنه هو عنده هدوء كبير جدا هنا بيعمل طبعا الدبل باس أو بيباسي الباس لمحمد مجدي أفشا محمد مجدي أفشا اللي كان رائع النهاردة والتغييرها كانت أكتر من رائعة نكمل الصورة اللي بعدها بتشوف محمد مجدي أفشا بيسدد الكرة اللي بتيجي في العرضة وبتتردله طبعا كان فيها في بيرسي تاوي بروفايل لعيب مختلف تماما والنهاردة بعد الهدف ما جيه عرفنا ليه هو اللعيب الوحيد اللي فضل في الملعب اللي عاش بقولك هو مختلف بشكل كبير جدا عن كل لعيب التمنادي الأهل عايز أخدك لأفشا بس قبل ما روح لأفشا عايز أدي برضو زي ما ديت لي بيرسي تاوي حقه عايزك تدي لمحمد عبد المنعم حقه محمد عبد المنعم أداء ثابت عنده كل مكاومات المدافع يعني مش ببالغ عشان بعض الجميل ممكن تقولي ببالغ بس المدافع اللي ينفع يلعب في أوروبا بسهولة جدا عسواء بتروع بكورة مبالغة قريم الله آه القوة الشخصية قوة في الالتحامات التهديئة اللعبة في لحظات تاميرات جيدة كل حاجة عند محمد عبد المنعم اللي ينقصه طيب عشان هروح لك لأول قصة المبالغة نهاردة المديل الفني لفريق فالينسيا في الدوري الأسباني تعليقا على صورة لمحمد عبد المنعم في مباراة اليوم وقال إنه أتفرج على مباراة اليوم وقال لاعب أتمنى مدافع مثله في فريقي وتابعه منذ بطولة الأمم الأفريقية في يناير الماضي ده رقم واحد مدير الفني الفلينسيا شكرا ده مبدئيا خلصتني كمان من ده أسخولي مقولي محمد عبد المنعم يا جماعة بستايل أوروبي العيب أوروبي يقول لك يا عم ما تقفرش يا عم ما تبالغش بس انت خلصتها كده ده أولا حتة المباراة فأنت مبالغش أبدا يعني محمد عبد المنعم يا كريم هو أفضل مدافع في الكرة المصرية حاليا بلا مبالغة محمد عبد المنعم منذ يناير عشرين اثنين وعشرين وصل إلى المرحلة اللي يقدر يلعب فيها في النادي الأهل مدافع أساسي يقدر يشتغل فيها في منتخب مصر دخل منتخب مصر ومدافع رابع قدراته وإمكانياته ودت كارلس كيروش أنه يلعبه أساسي بعد إصابة الوينش قدراته وإمكانياته ودتوا أنه يكون مدافع أساسي في منتخب مصر وبعدها يطلب النادي الأهل عارضه من فيرئة فيوتشر وبعدها يروح النادي الأهل ويلعب أساسي ويبقى هو الورقة الأساسية الأولى في الدفاع العالي بس فيه وقت نقطة بس لشيء ما ننساهش أنه في كاس نوعام الأفريقية كمان في التشكيل المسالية كاس نوعام الأفريقية في أول مشاركة دولي رغم أنه زي ما حمود يقول ما اشتركش في المباراة الكاملة ولازم أدي تكريمنا كل المدربين اللي اشتغلوا على تطوير كامبوس كما يطلق عليه في قطاع ناشئين في النادي الأهلي إلى أن وصل إلى محمد عبد المنعم اللي بالحالي للنادي الأهلي كابتن أحمد سامي في فرقة سموحة كابتن علي ماهل في الفترة الصغيرة اللي اشتغل فيها مع فيوتشر كارلس كيروش طبعا دي فضل كبير لأنه أضف عليه صبغة قيادية مهمة جدا مدربية الرئيس في بطولة بحجم أمم أفريقيا قبل ما نروح للحالات وابل ما نتكلم عن محمد عبد المنم محمد عبد المنم كريم أي حد عايز أن تفارج على محمد عبد المنم ويتكلم على الحالة اللي عليها محمد عبد المنم يفارج على وضعية جسد محمد عبد المنم الجانبية وهو واقف واحد على واحد أوantuatore أو زي واقف قدام المهاجم اللي عليه يفارج على محمد عبد المنم في الإيرالز رغم أنه مدافعة مش طويل القامة إزاي؟ نهارده واخد خمسة من تمانية نهارده انفرج على شوف الخريطة الحرارية بتاعة محمد عبد المنعم النهارده عشان اقول لك الدور الكبير قوي اللي عملوا غير انهم دافع قوي وغير انه كان بياخد الكرات الصناقية يلا دي الخريطة الحرارية بتاعة سنتر باك النادي الآلي محمد عبد المنعم سنتر باك ما بكلمكش على لعيب متمركز في التلت الأخير أنا هنا بكلمك على لعيب واصل لآخر التلت التاني من الملعب داخل جو ملعب فرقة سياطل عمل يبقى محمد عبد المنعم بنبقى متواجد هنا رقم واحد هاتلي بقى الحالات هاتلي بتريد الحالات كده واحدة واحدة ودي أرقام محمد عبد المنعم طبعا بنتكلم على انه دقة التمريرات 92% انه اللونج بولز دقة تمريرات القرات الطولية 3 من 5 بنتكلم على انه الاريالز او الانتحامات الهوائية اللي عملها طوال المباراة حتى في القرات السابتة اللي كانت سياطل بنتكلم فيه 5 من 8 الراجل كتف كل اللعيبة اللي بتيجي في التلت الاخير من النادي الاهلي روح بقى ليه الحالات واقول لك الدور الاضافي اللي الناس ما خدتش بالها منه ودايما بتكلم على المدافع الادورة الدفعية اللي بيعملها بص واحدة واحدة بص محمد عبد المنعم فين وكمل هاتلي الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده محمد عبد المنعم تاني طالع فوق تالت عشان الناس بتكلم احيانا على خريطة الحرارية ان هي جات بالصوت فلا انا جبتها لك خريطة الحرارية في اخر الصورة ده يفضل متعلق علي معلول واحد من مفتيح المهمة للنادي الاهلي عمره ما كان يطلع اللي لو محمد عامل مشاغل الملعب بالطول كده التلت الايصر من الملعب قادر انه يشغله ويأمنه قادر انه يطلع ويعمل الزيادة الباص طلع هنا في الهجمة دي كان من محمد عبد المنعم هاتلي الحالة اللي بعدها وشوف محمد عبد المنعم واقف فين محمد عبد المنعم فضل يطلع لحد ما واقف على دائرة السنتر الكريم كان بيعمل عملية التغطية واللي سابت وراه هو محمود متولي علشان محمد عبد المنعم بيقدر يعمل الكافراتج وراه علي معلول علشان لو الكرة قطعت هنا من الزحمة اللي موجودة في الملعب دي محمد عبد المنعم وهو اقرب لعيب هيروح يعمل الكافراتج وراه علي معلول دي ده الدور اللي ادهول الكولر والناس ما خدتش بالها منه ازاي كان بيأمن علي معلول ازاي كان قادر يعمل واجباته الدفاعية بشكل جيد ازاي كان بيطلع على الكرة وهو مثال حي للتدرج الخططي لأي دفاع منطقة بيلعب مع منطقة مصر في الاربعة تلاتة تلاتة مع كارلوس كيروش الدفاع على المنطقة اللي بيعملوا مارسل كولر في فترة حالية عشان كده محمد عبد منهم هو اهم ورقة في التدرج بالكرة من الخط الخلفي بالنسبة للمارسل كولر رغم انه متولي لعيب مهاري ولعيب مهم جدا وهنتكلم عليه في عجالة في نهاية السجن بتاعة محمد عبد المالم كميل بص لعب واقف عينو على الكرة منتزر بص علي معلول وهو هي كرة المتقطعة تانية لسه هيرجع ابتدى يرحل محمد عبد المالم انه رح نحة الشمال عشان لو علي مليحقش يرجعه وده طبيعي يرحل وراه محمد عبد المالم كمل؟ explicنا بعده اللي بعده بصة بصة كريم راح نقل من نص institutes عشان يقلي الجاب اللي بينه من العلم تاني الراجل شغال في وسط الملعب هو والدور اللي كان بص بقى المسافة قربت وصلت لحد فين ما بينه وبين علي معلول لكريم عشان هو قرب لعلي عشان يقفل المساحة دي مع علي معلول كمل تاني فضل محمد عبد منام قاعد مراقب الكرة محمد عبد منام بلا شك افضل مدافع في الكرة المصرية مش بس رأي فني ده الشغل اللي رغب يعمله في مستوى تنافسي شوفنا في التشكيل المسالي لبطولة افريقيا بنشوفه النهاردة بقدم مردود زي ده في بطولة العالم في مستوى تنافسي كبير جدا بلا شك يستحق كل اشهادة محمد عبد المهيد محمود انا انا اسألك عن محمد مجدي افشا تكلمني عنه شوية محمد مجدي افشا من اللعيبة اللي عند الجماهير بتطلع السماء وبتنزل بسرعة تطلع السماء وتنزل بسرعة لو لعب مطش وقعش افشا انتهى وخالص جاب جول حلو زي ده يعني انا يعني جولين تاريخيين مع النادي الاهلي يكفوا يعني جول النهاية افريقيا وجول اليوم فيستحق انه ياخد حقه بس هنروح لفاصل تكون حضرت كلمتين حلوين عن محمد مجدي افشا نقوله له نقولهم ليه محمد مجدي افشا عشان يستحق كذلك افضل لاعب في مباراة اليوم بحسب جائزة الفيفا في مباراة سيئة الامريكي بعد الفاصل نواصل ان شاء الله خليكم معنا يعني احنا بحضراتكم مرة اخرى قبل الفاصل تلكم هنتكلم على محمد مجدي افشا قبل ما نوصل لمحمد مجدي افشا وليه تقلق في الشوت التاني وليه غير شكل اداء النادي الاهلي في الشوت التاني وفروض نعرف الاول ليه اصلا شكل اداء النادي الاهلي في الشوت الاول ما كانش جايد ليه ما كانش جايد النادي الاهلي فوج الشوت الاولاني بقوة الضغط الرهيبة الضغط العالي اللي بيقدمه سياطر مختلف تماما عن مباراة اوكلاند خنق النادي الأهلي بشكل كبير جدا فالنادي الأهلي كان بيضطر أسفا أنه هو يلعب الكور العالية أو النادي الأهلي لما كان بيقدر يطلع بالكورة كانت تشوف الكور العرضية تلاقي فيه فقر في العدد الهجومي للنادي الأهلي وده اللي احنا ما تعودناش عليه كل ده بسبب الضغط تعال نشوف بالحالات يا كريم النادي الأهلي من أول المباراة خالص كورة هنا مع محمد شناي وعاوز أقولك على اللعيب رقم عشرة لوردينو واحد من أهم اللعيب النهاردة في نادي الساتل على طول ماسك أليو ديانج كلنا عارفين النادي الأهلي لما بيجي يلعب بيطير عمر السلاية وبيطير حمد فتحي واللي بينزل السلم الكورة ويعمل بلد اوب من تحت هو أليو ديانج فعلى طول مدرب نادي الساتل خلى فيه واحد سابت على طول مع أليو ديانج ما يسيبوش والاثنين الأجنحة التانين يتبدلوا أدوار الرقابة للباكات وللاثنين سنتر باك بتوع النادي الأهلي هنا نشوف الكورة دي الأولانية هنا محمد الشناوي في أول مبارا خلص في ديانستاشر بيحاول يلعب كورة بص يا كريم هنا الوينج ليفت مع محمد عبد المنعم وهنا نفس الكلام برضو أليو دانج لوردينو معاه ونفس الكلام برضو اللعيب الوينج رايت هنا بيحاول يضغط على محمود متولي لو الكورة ما تلعبتش محمود متولي هيرد على طول مع علم معلوم نكمل بالكورة أول مكورة بتتلاعب من بص برضو اللعيب هنا الوينج هو هيدغط على الباك أو هيدغط على واحد من سنتر باك فدائما دي كان الطريقة بلعب بيها التلاتة كانوا يتغطوا على نادي أهلي نكمل الصورة اللي بعدها أسرع شوية علشان كورة طبعا بتبقى عالية ولكن بتطلع قوت للنادي أهلي نشوف برضو الصورة اللي بعدها برضو نشوف الحالة اللي بعدها هنا برضو يا كريم دي نادي الأهلي هنا كان ضربة مرمى نادي الأهلي عاوز يبتدي الهجمة من تحت بس اللقطة دي جاءت أسرع شوية نكمل الصورة الفريم اللي بعده أوضح لك الضغط اللي كان بيمرسه بص هنا كريم هنا كرة مع محمد الشناوي الوينج ليفت بتاع نادي سياتل واقف مع محمد هاني المهاجم واقف مع محمود متولي لوردانو زي ما هو برضو واقف مع آلو يدينج عشان يخنقه واللعيب الوينج التاني لو هتتلاقي بالمحمد عبدالمنع ما يضغط عليه وفي نص الملعب عمر السولية مع الباكرايد بتاع نادي سياتل كما بتغطي بي نكمل الكرة فمحمد شناوي هيحاول يلعب الكرة في نص الملعب هنا لعمر السولية بص الضغط يا كريم واحد اتنين تلاتة في نص الملعب ضغط رعيب على عمر السولية نكمل الصورة والكرة بتوصل لعيبة سياتل بتتقطع على طوله بتحول هجمة الكرة دي اللي جات جنب العرضة اللي هي نط قدام التمنتاشر واللعيب شاطة وجات جنب العرضة ده بسبب الضغط العالي جدا من نادي سياتل الحالة كمان بس أخيرة هوريها لك الحالة اللي بعدها اه ده انا بقولك يعني انه هو اخد الكرة وكان عنده كذا اوبشن انه هو يروح وفعلا ده اللي حصل انه هما ضياع الكرة نشوف بقى الحالة اللي بعدها هنا برضو يا كريم النادي اللي بيحاول يطلع بالكرة من تحت أليو ديانج حمدي فتحي وده بيرسيتاو بص هنا الضغط الكرة كانت مع سياتل نادي اللي قطع الكرة أليو ديانج بيحاول يلعب الباص نكمل الفريم اللي بعده أول ما أليو ديانج بيلعب باص حمدي فتحي لقى قدامه واحد فوت الكرة عشان تروح لبيرسيتاو بص الضغط الرهيب من نادي سياتل نكمل بالكرة بيرسيتاو بيتضغط عليه شوف يا كريم كل لعيب معالعيب في مساحة دايقة جدا شرصة مش طبيعية في ضغط السياتل نكمل الصورة اللي بعدها عشان يقطع الكرة من بيرسيتاو الفريم اللي بعده بتروح أجمة خطيرة جدا على النادي الأهلي وكان فيها كرة عرضية نكمل الصورة اللي بعدها أقول الراجل بيروح أو بيعمل الأوفر بس هي دي يا كريم أقولك الضغط العالي اللي كان بيمرسه النهاردة سياتل خنق النادي الأهلي بشكل كبير جدا وده اللي تغير بنزول محمد مجدي أفشا عشان بروفايل مختلف أنا مش عاوز ألعب برتم أنه أتحول بسرعة لأ أنا دوقتي في الوقت الريتم البدني ويع فيه بتاع سياتل عاوز حد يطلع للكورة صح ويطلع للكورة بكوالة معين عشان أقدر روح للجول إن أحمد مجدي أفشا في الشهود الثاني فغير إلى النادي الأهلي محمد مجدي أفشا كان هو التغيير والحل السحري اللي مجهزه مارس الكولر لأنه كولر لم يفاجأ كولر كان بيلعب على الجهازات البدنية فريق الموسمه انتهى في عشرين عشرة بقاله أكتر من ثلاث شهور ما لعبش مباريات رسمية فكان عايز يدور على إنه يستنفذ القدرات البدنية الفرقة ساعة البعدين يبتري يشتغل على التحولات نجيب الشغل ووقف هنا الكرة دي كانت في بدايتها الكرة دي في بدايتها هي كرة بيرسي تاو على الخط عدى واحد على واحد بعدين عدى التاني وراح تطأ بالعرض مين اللعيب اللي هيستلم ده محمد مجدي أفشا كمل بقى فريمز أسرع شوية الكرة اللي بعدها دخل محمد مجدي أفشا دخل قطع خمسة متر بالزبط وبعدين حطوا الكرة ناحت الشمال لحمد عبدالقادر كمل هشوف يركز معايا على ما كان محمد مجدي أفشا محمد مجدي أفشا هو اللعيب اللي وراه الحكم من النادي الأهلي تحت الحكم كمل كمان كمل كمان الفريمز اللي بعده بص أفشا بقى فيه أفشا سبق الراجل اللي كان وراه بعشرة متر علشان ينتظر الكرة طلب القرة في المساحة كمل كمل بعد دخل جول 18 داس زقع كرة رغم أنه وجود خمس لعيبة حواليه لأنه اختر الوزيشن وقدر يعمله علشان كده الهدف ما كانش صدفة التصويب اللي جات في العرضة ما كانتش صدفة ده كان تحضير بنفس الشكل إنه أفشا يتواجد في زون 14 أو في المنطقة دي لكن يستلم من مور ديبر بوزيشن يعني يستلم من تحت من وسط الملعب علشان يبقى عنده الحرية إنه يعرف يطلع وينقل النادي الأهلي اللي افتقدوا في الشوت الأول فكان هو الورقة اللي بتنقل النادي الأهلي وما بيثبتش مكانه وده اللي خلى أفشا النهاردة أفضل من مباراة كتيرة فاتت إنه بيباص ويتحرك بيباص ويتحرك وده اللي هنشوفه كمل التصويب دي جات جنب العرضة وكانت أول قورة خطرة للنادي الأهلي في المباراة في الدقيقة 68 ونص بعد نزول محمد مجدي أفشا كمل بقى اللي بعده هتلى الحالة اللي بعدية حالة الهدف بص يا كريم أفشا جاي منين جاي من مكان أعمق في الملعب مش في زون فورتين الرجل موجود تحت وهنشوفه هيصوب منين في وسط الزحمة كمل 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 الفريم اللي بعده دخل أفشا تجاوز عمل له الحجز بلغة الباسكتس كمل اللي بعده الفريم اللي بعده كمل دخل بيرسي تاو فين أفشا باس التاني التالت دخل مكمل جوه كمل كمل لحد المكان اللي هيتواجه فيه وقدر صوي أفشا كان موجود في وسط الملعب الحالة اللي قبلها كان موجود في وسط الملعب الحالة اللي قبلها كان موجود في وسط الملعب لكن قدر يتواجه في زون فورتين كمل كمل فريمز وانا بتكلم وبعدها دخل عمل التصويب منين من نفس المنطقة المربع اللي دخل جوه المنطقة وقدر انه يسجل منه حطت الكرة في العرضة وفضل واقف مكانه وتابعها علشان تكون كمل كمل لحد التصويبة وكرة ترتد بعد كده علشان يتابعها ويفضل واقف مكانه ويسدد من نفس المكان اللي كان موجود فيه في فاينل بطولة افريقيا عشان النهاردة تكون كرة قضية لفرقة سياتل زي ما كان في فاينل افريقيا بنفس المكان من نفس البوزيشن بنفس الطريقة مع اختلاف ان الاولانية راحت بدل ما تيجي في العرضة الاولانية تسجلت الكرة دي راحت في العرضة لكنه وقف وانتظرها محمد مجدي افشا النهاردة كان نقطة التحاول للمفصلية في اداء النادي الاهلي قدم افضل مباراة ليه في افضل نسخة ليه مع النادي الاهلي كرة بتحبه كرة بتحبه طبعا عشان هو يستاهل ان افشا تظلم كتير جدا لفترة الفات كان هجوم مش طبيعي في اوقات كان فيها متميز جدا من مبارات الزمالك جمهير النادي الاهلي كان بتهجمه في مبارات زمالك كان اكتر من رائع فهو مظلوم فالنهاردة كرة نصفيته ماشي جيمي لو تلي معاك لوقتتين حلوين نحتم بيهم الحلقة من الهاردة فضل بصك كريم لازم ندي النادي الاهلي حقه النهاردة وعلى انت عليها ومحمومش على عليها لازم لازم ندي للنادي الاهلي حقه النهاردة النادي الاهلي هو فخر الصناعة المصرية بلا شك النادي الاهلي هو قوة الرياضية الناعمة للدولة المصرية بلا شك ده مش كلامنا لما اجا لقي النهاردة لو ونعرض الصورة بتاعة الصفحة الرسمية الريال مدريد او الصورة بعدها بتاعة الماركة وصورة تالتة على خناقة لطيفة ما بين مشجع امريكي ومشجع مكسيكي اما تيجي النهاردة تتكلم صفحة ريال مدريد يا كريم اللي عليها 132 مليون بني ادم النهاردة بنتكلم على انه موجهة النادي الاهلي في نصف نهاية كأس العالم للاندية وقبلها كان فيه تهنئة للنادي الاهلي بتجاوزوا للسياطل وصعوده لنصف النهاية بتتكلم على 132 مليون بني ادم النهاردة بيعرفوا مين النادي الاهلي المصري فلما نيجي نتكلم على النادي الاهلي المصري النهاردة انه بتذكر في البيتجر الرسمية لصفحة ريال مدريد وكان قبلها يمكن الصورة منرحقش نعرضها بتاعة الماركة الماركة يا كريم اللي بيدخلها يوميا 70 و 80 مليون بني ادم حول العالم النهاردة بتكلموا على ان الملك الافريقي المصري النادي الاهلي هنتكلم على الصورة دي النادي الافريقي المصري النهاردة هيواجه العملاق المدريدي ريال مدريد وعلى ريال مدريد الحذر لان الاهلي عنده القدرة انه يعمل مشاكل كتير للادي المدريد اخيرا دي صورة ومنوشة ما بين مشجع امريكي ومشجع مكسيكي فالمكسيكيين كانوا نهاردة بيسخروا ان سياتل اتغلب فرد عليه مشجع امريكي وقال له على الاقل احنا نهاردة باللاعب النادي الاهلي كامل نكاية عن البطولة الماضية الاهلي كسب منترية ومنقصة اكتر من نص فرقيته كانوا موجودين مع منتخب مصر في بطولة امم افريقيا ده النادي الاهلي واللي يستحق الهو حرفية الناتعيني ولا عيدك ده الهم مين بقى عليهم النادي الاهلي شرفت يا جيمي الف مبروك يا كريم النادي الاهلي مفسوط كنت موجودا النهاردة مفسوط لانه النادي الاهلي ومصر يستحقوا ان احنا نبقى موجودين بالشكل ده في كل العالم محمود شرفت انوارتك هالعيد انت اللي مناورت الدنيا وكنت سعيد جدا انو كنت واجد معك النهاردة ومع جيمي طبعا مبروك للنادي الاهلي الف مليون مبروك للنادي الاهلي كعادة النادي الاهلي رافع راسنا للسماء ودايما فخر للرياضة والكرة المصرية ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 هشوفكم يا رب على البخير